ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله هذا المجرم المبحوث عنه كان قد دخل في صراع مع عناصر الشرطة التي كانت تحاول القبض عليه لكن تدخل أفراد عائلته فعرق لمهام موظف الأمن بعد أن قام هو وأفراد أسرته برشق رجال الأمن بالحجارة والقنينات الزجاجية مما ساعد على فراره للإشارة فالمصالح الأمنية ببن بسيك أوقفت خمسة أشخاص من عائلة هذا المجرم تتراوح أعمارهما بين عشرين وستين سنة وذلك بعد تورطهم في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية وإهانة وتعنيف موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعدم الامتتال وإلحاق خسائر مادية بسيارة للشرطة وهي الأفعال التي وطقتها عدة فيديوهات منتشرة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي